اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية المجر الصديقة تشهد مسارتها تطور في مختلف المجالات مشيرا سمو إلى الحرص على موصلة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين والدفع به قدما نحو مستويات أكثر تناميا بما يحقق الأهداف المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضوره السمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن اذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان معالي السيد كريستوف سلاي بوربورو فنسكي وزير الدفاع بجمهورية المجر وذلك في إطار المنتدى العشرين الأمن الإقليمي حوار المنامة 2024 حيث أكد سمه أهمية مواصلة العمل على دعم أفاق التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية المجر بما يعود بالخير والنماء على البلدين الصديقين وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا موضع الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر